24 سعر ياضح في كل مكان واهلا بكم في اللايف ولقاء جديد ونكون معكم في متابعين لكل اخبار كرة القدم العالمية وبالاخص اخبار نجمنا العرب ومنتخباتنا العربية ونجمنا العرب اللي مشرفيننا في الخارج عودة محمد صلاح عودة النجم المصري المتقلق الافضل في تاريخ العرب وافريقيا في الدوري الانجليزي محمد صلاح اللاعب الاكثر تأثيرا على الجيل الحالي في اخر 6-7-8 سنين لانت بتتكلم عن ظاهرة مش مجرد لعب كرة قدم بتتكلم عن شخصية ملهمة لمعظم شباب الجيل الحالي في الوطن العربي الكبير بتتكلم عن شخصية اكبر من كونه لعب كرة قدم وبعيدا عن فوز ليفربول المستحق بسوداسية وهيمانتو على ليدزي يونايتد واعادة امال الليفر في المنافسة على مركز مؤاهل لدوري ابطال اوروبا خلينا اكلمكم عن الحملة اللي كانت معمولة على محمد صلاح محمد صلاح كان فيه حملة معمولة عليه وشارسة من للأسف اعلاميين عرب و اعلاميين في بريطانيا بيتكلمون ان محمد صلاح محتاجي غار في المنتاليتي محمد صلاح مغرور محمد صلاح مقفش سد الدربات الجزاء وكلام من هذا القبيل انا برحب مبدئيا بكل المتواجدين معنا في الليف وفي اللقاء من الوطن كل مشاهدين من الوطن العربي الكبير واللي طبعا عارفين تغربة محمد صلاح كلها شاهدين على نجاح محمد صلاح انا بكلمك دلوقتي ومحمد صلاح هو الهداف التاريخ للدوري الانجليزي بالقدم اليسر عدى روبي فاولر بسجل مئة وستة اهداف قابلة بازن المولة للزيادة قابلة ان محمد صلاح بازن الله يصنع المجد مع الليف وربول كمان كلام طبعا النهاردة شفنا تركيبة الليف وربول كلها فريق شارس وليفوربول السنة دي فريق غير متوقع يعني يوم عالي واحنا شفناه كسب اليونايتد سبع اهداف مقابل هدفين ويوم في افشل مستوياته امام مثلا ريال مادريد في دوري الابطال وامام بعض فرق الدوري الانجليزي ولكن نتائج ليفوربول الخداعة دي بتعكس حالة الفريق لان الفريق up and down ما فيش استقرار ما فيش حالة من حالات تحقيق مكاسب انتصارية متتالية لكن مكسب خارج الديار النهاردة بسوداسية امام ليدز لكن محمد صلاح بيبسم على هدفين لكن جاجبو بيشارك وبرضو بيسجل نونيز كل نجوم جوتا طبعا نجم اللقاء اللي صنع هدفين وسجل هدفين كاتيبة يورجن كلوب ابتدت تلاقي نفسها خد بالك وخلاص تفاربول طلع من دوري الابطال خسر كأس الاتحاد الانجليزي وخسر كأس الربطة ما بقاش ليغر ان هو يحسن موقعه في جدول ترتيب البريمير ليج ما بقاش ليغر ان هو يلم شتاته لحين بداية الموسم القادم او لحين ان الموسم القادم بازن المولى يكون عمل صفقات يحاول يدعم في صيف في اسامي كبيرة لكن خليني اتكلم عن محمد صلاح محمد صلاح يا جماعة ما ينفعش ان هو يتقال لازما يغير المنتاليتي بتاعه محمد صلاح ما ينفعش يتقال ان هو لاعب غير ممتلك لامكانيات النجم ما ينفعش كم ده يتقال من الاعلام العربي ولا يتقال في الصحافة البريطانية محمد صلاح مع اختلافنا واتفاقنا في بعض جوانب والشخصية ولكن هو افضل لاعب عربي في تاريخ البريمير ليج لكن هو افضل لاعب مساهمة بالاهداف مع ليفربول لكن انت بتتكلم عن صانع البهجة والسعادة المنتخب مصر المصريين بتتكلم عن واحد وصل للسلاسي افضل لاعب في العالم مرتين بتتكلم عن واحد مخرجش برا برواز الخمسة الافضل في العالم ما يتلمشي على هبوط مستوى ليفربول محمد صلاح لانه في وقت تفوقه بيكون حاضر لما اقولك ان ده اسوأ موسم تهديف الصلاح ومسجل خمستاشر هدف لما اقولك ان ايرلنج هلد العملاق اللي مكسر الدنيا مع السيتي اه هالند مكسر الدنيا ولكن بص الكتيبة اللي حاولين هالند هالند معادي بروين برناندو سيلفا معا نجوم في منشستر سيتي ومعا بيب جورديولا ولكن موسم ليفربول الحالي هو موسم سيء موسم ليفربول الحالي مش هو الحكم على صلاح لا نحكم على صلاح وقت ما كان الافضل في الدوري الانجليزي وقت ما كان هداف الدوري الانجليزي بدل المرة تلاتة وقت ما كان يحصل جائزة افضل لاعب في من رابطة النقاط الرياضين البريطانيين وهو افضل لاعب في البريمير ليج محمد صلاح يا جماعة اسم كبير محمد صلاح مش هو اللاعب اللي نحطه تحت المكياس حاليا لا هو نجم ونجم كبير نجم عالمي مش نجم اللي احنا نحطه تحت المكياس اللي احنا نقيمه خلاص عدة مرحلة التقييم أنت دلوقتي تتكلم عن النجم التاريخي لليفربول في الدولة الإنجليزية بتتكلم عن الهدافة التاريخي لليفربول في البطولات الأوروبية بتتكلم عن الهدافة التاريخية لليفربول من وقت ما بقى الدولة الإنجليزيةвидت اسمه البريميرليج بتتكلمهم عن اسم كبير يا جماعة أكبر من كل كلام الانتقاد ليه وبعيداً عن مشكلة النيني وليه عملوا انفولوا البعض والكلام الدارج في الصحافة والميديا العالمية وايضاً الميديا العربية بصراحة محمد صلاح مش هنقيمه ببوست ولا انستجرام ولا فيسبوك محمد صلاح بمستوى في الملعب محمد صلاح نجم ونجم كبير مش هنقعد نتكلم حالياً وإحنا في عشرين تاتا وعشرين وبعد ما الراجل ده صنع مجده بشخصه محدش ساعده يعني محدش قال لي محمد صلاح احنا هندخلك لفربول واسطة محدش قال لي محمد صلاح انت ناجح بالشول الاعلامي لا محمد صلاح ناجح بجهده محمد صلاح هو المعشوق الاول لجماهير لفربول لانه هو الاكسر امتاجاً جماهير لفربول اللي بتصنف من اعنف جماهير كرة القدم في العالم لما تقول لك على لاعب ان ده ملك مصري يبقى اللاعب ده داخل قلبهم لانها ما بتجملش جماهير لفربول معروفة بقوة مجدها اللازع لأي نجم واحنا شوفنا ده مع ماني وحاليا مع فرمينيو ومع يورجن كلوب بنفسه لكن خلينا تكلم ان الليفر لو فكر ان هو يحط لعب في السوق تفتكروا هيكون مين اللاعب اللي جيب تمن كبير محمد صلاح لانه نجم لانه مطلوب لان باريس سانت جيرمان عايز يشتريه لان اندية الليجة في اسبانيا نفسها ان محمد صلاح ينضم اليه واي تقلق ليفربول بيكون حاضر في محمد صلاح يعني انا كلمتك عن ناتيجتين كبار حصلوا في البرمير ليج واحدة بسبعية مقابل هدفينه امام منشستر اونيتد والتانية برضو ستة اهداف مقابل هدف امام ليتز اونيتد اللي اتنين كانوا بفضل محمد صلاح او جزء كبير منهم لمحمد صلاح النجم اللي بتلاقيه دايما هو نقطة التواهج لنادي ليفربول وهو نقطة التواهج ليورجن كلوب وهنجم الجيل الحالي بلا جدال والنجم الافضل للجمهور والمعشوق للجمهور ليفربول عنده سلسلة مباريات متبقية تقريبا تسع لقاءات لازما يفوز التسع لقاءات كلهم وإلا سيودح حلم المشاركة بدوري ابطال اوروبا الموسم القادم هو النهاردة دي واحد يقولك انطلاقة للليفر انا اقولك دي نتيجة خديعة جدا لليفربول لان ليفربول بيكسب بسكور وبعدين تلاقيه بيخسر تاني لقاء لان الفريق عنده نعداء موازن وده راجع للحاجات كتير تدعمات غلط في بداية الموسم تراجع مستوى بعض اللاعبين الفرقة كبرت كلام يعني من هذا القريب يورجن كلوب بزات نفسه اللي تحس ان شغفه وطريقته لإدارة اللقاءات اختلفت تماما عن بدايته الزهبية مع ليفربول واضح جدا ان محمد صلاح هيبقى الموسم ده تقريبا لو ما صعدش ليفربول لدور ابطال اوروبا الموسم الاخير ليه مع ردز محمد صلاح يروح فين ده السؤال الكبير اللي احنا بنسأله لحضراتكم بنسأله لكل المتابعين لينا عبر منصة 24 ساعة رياضة اللي بناسعت دوما بتوجودهم الدائم معنا عايزين نعرف محمد صلاح يروح فين وهل ليفربول اسان عنده رفاهية طرق صلاح نشوفنا ليفربول تقريبا خسر الجناح الايمن بعد رحيل ماني يخسر كمان الجناح الايصر بعد رحيل النجم الابرز لجيل محمد صلاح هنعرف كل ده ولكن محمد صلاح صعب بنجوميته دي وبقوة اعلامه يعني وقوته في الساحة الاعلامية وقوته في الماركتنج والتسويق شوف انا بيكلمك في ايه لاعب مصري بيأثر على الماركتنج التسويق امتى كنا بنطلع نتكلم في الحاجات دي عشان بس الناس اللي بتقولك محمد صلاح لا دا ما بيعرفش يشوت ضربات الجزاء دا عنده مشكلة في الشخصية دا عنده مشكلة في المنتاليتي محمد صلاح هو افضل نجم عربي في التاريخ وانتهى الكلام بالنسبة لي اقا مصري وبالنسبة المعظم الوطن العربي بعيدا عن الحاجات التانية خارج برواس كرة القدم انا بتكلم كلاعب كرة قدم فاقوليولنا انتم شايفين محمد صلاح هيستمر مع ليفربول ولا هيرحل عن ليفربول ومين النادي اللي ممكن يروح لمحمد صلاح في قادم الموعيد باشكركم شكرا جزيلا باشكر كل متابعة ومشاهدي منصة 24 سعر ياضح في كل مكان باشكركم انا محمد حسني والى اللقاء في اللايفات واللقاءات التانية جديدة دائما وابدا عبر منصة 24 سعر ياضح الى اللقاء